رح نتحدث اليوم عن موضوع أني أعتبره جداً مهم هذا الموضوع هو عبارة عن إجابة لتساؤل معين لطالبة خامس ألمية سألت أنه شنو المواد اللي لازم أدرسها يعني بانتقالي من الخامس إلى السادس ورح تكون مهمة بالسادس حتى أني أكون ضبطت السادس بلجت أضبط السادس من الخامس فصراحة أنه تطني فكرة أنه ما أخليها فقط على المدرسة أو الساحة أكبر وخليها على طول مسيرة الطالب سواء كان مدرسة ولا جامعة ولا أين يكون فاتفكرة حبيت أوصلها من خلال الإجابة على تساؤل هذه الطالبة شوف الفيديو موسيقى مساء النور شابا وبناتكم لقاعي تابعوني وياكم عبد الرحمن طالب طب مرحلة ثانية طب الكوفة مواليد 96 شون مواليد 96 مرحلة ثانية شوفوا الفيديو بيعلى يمين الشاشة طيب هاي نقطة النقطة الأخرى إحدى من لما ندخل المدرسة الابتدائية بنسبة أن المدرسة هي عبارة أو بس حتى المدرسة الحياة أساسا كلها عبارة عن كهف بظلم ندخل باندفاع وكأنه إحنا رح نكون مختلفين تماما عن اللي سبقونا وإحنا رح نكون الجيل المختار والجيل الذي سوف يغير الجيل الذي سوف يحول السيارة ما يخليها تمشي على الطائرات يخليها طائرة وتمشي فوق القعب شوية وإحنا نجيل له هاي رح نسوي إحنا وكذا كل هاي الأمور هو هذا جزء سواء كنا مدركي أو ما مدركي هذا جزء من تفكيرنا رح يكون بهذه الطريقة هاي نقطة النقطة الثانية هذا الكهف المظلم رح ندخل به هو رح يبقى مظلم بس احنا ممكن نستعين ببعض النور بس هذا النور ما رح نجيبه هنجيبه من عدة مصادر المصدر الأهم هو من تجارب الآخرين بابا ماما أخوية جبير صديقية إلى آخره هذا الكهف رح يتم إنارته بتجارب هؤلاء الأشخاص وخبراتهم اللي ينقلوها إلنا هاي نقطة النقطة الثانية ممكن من المحاولة والخطأ احنا صار نحاول نفشل أحيانا نفشل بعض مرة نفشل بعض مرة نفشل بعض مرة نفشل بعض مرة وننجح بالسابعة ممكن وممكن نفشل وبعد رأسا ننجح وممكن رأسا ننجح ولكن لازم كل إنسان يتعرض لفشل الحياة بعض أنه ليس يوم واثنين هاي حياة عمر لازم أكو بفشل ولكن حتى ما يكون الفشل يودينا إلى تهلكة لازم ما يكون أكو استثم هاي نقطة موضوع الفيديو هو نتحدث يتعالى الخامس والسادس والكلية ترك لي من هاي التفاصيل والفلسفة اللي ما ألهم عنا تعبتونا بفلسفتكم طيب تمام ماشي أكو شي اسمه goal وأكو شي اسمه target الـ target هو عبارة عن شنو انت طالب متوسطة طالب اعدادية طالب ابتدائية بعدك حضانة تريد تدخل كلية الطب أوكي تريد تدخل كلية الطب هذا target هدف نهائي تريد توصل له الـ goals شنو الـ goals إنه شنو اللي لازم أسوي أوكي خلال يعني على مرور السنوات حتى أوصل لهذا الـ target شنو اللي لازم أسوي على ما أعتقد إنه غاية كثير من الطلاب آآ إنه بالسادس إنه أنا أدي أفضل أفضل آآ أداء عندي حتى أحصل أفضل كلية ممكنة أو الكلية اللي أريدها بهذا المعنى طيب الـ goals شنو لازم تكون طيب الـ target معروف ومفهوم وواضح الـ goals شنو الـ goals إنه أنت تكون طالب متوسطة بديت تتفكر إنه أنا وراي أعدادية والأعدادية لازم تكون تمام وإلى آخر فتبلش تشتغل أنا واحد من الطلاب بلشت أشتغل على الـ target multi من لما دخلت للأعدادية من لما بلشت الرابع أعدادي بلشت إنه أفهم إنه أكو شي اسمه target والـ goals لازم أديها بشكل تام حتى أقدر أوصل لـ target multi أما شنو هو تاريت بالضبط فإنه كنت دائما أفكر إنه أريد أكون إنسان يعني مختلف أجيب شي جديد دي هاي الحياة ما أكون إنسان تقليدي وإنسان حالي حالي اللي سبقوا إني أشتغل كذا وظيفة بيت زواج والآخر هي مثلي مثل كثير من الناس دا أريد أكون مختلف حابب أعضيف شي مختلف ها كان الهدف ما كان الهدف إنه طيب كان الهدف إنه أعضيف شي مختلف فحتى أضيف شي مختلف يجب أن يكون أدائي مختلف هاي كانت الفكرة الأساسية طيب أوكي هاي الفكرة الأساسية بلشت بالرابع أول نقطة أول مشكلة كانت بالنسبة إلي تحتاج حل هي أنه مسألة اللغة الإيميليزية يعني لغتي سابقا كانت كنت دائما ننجح ما رسبت ولا سنة قبل الإعدادية يعني ولكن كان أكو مشكلة شنو هي إنه أوكي أني أنجح كل سنة بس التفوق بالدراسة والتفوق بالدرجات بعدني ما واصلة شلون أوصلة بدأ هذا التساؤل فكنت من أدرس إنكليزي كنت أفتح الكتاب وأقلب بالصفحات شنو اللي لازم أدرسه ما أعرف شنو أدرس فبلشت بالإعدادية صرت أعرف شنو أدرس شنو هو أحفظ الكلمات وفهم القواعد النصوص اللي عندك أحفظهن الأمور هاي كذا هاي سويها كذا هاي سويها كذا هاي سويها كذا طريقة حفظ الكلمات لازم تكون بهذه الطريقة طريقة كذا الطريقة الفلان لازم تكون كذا حتى تسوي فلان شغلة لازم تكون بهذه الطريقة لا مو هاي الطريقة هاي فشلت ذاك الأسبوع اشتغلت عليها وفشلت غيرها خليها بغير طريقة وقاعد اوصل قاعد اتحسن بالمستوى اللي المطلوب بالمستوى المطلوب قاعد اتحسن اوكي تمام قاعد حسن اوكي تمام لقد اشتغل على اللي انت استمر باللي انت قاعد تشتغله استمرت مرة الرابع مرة الخامس وصلت للسادس بالسادس كان اكو اداء مختلف اداء مختلف بشكل فعلي طيب رجعنا شو للخامس شو يرجع الشريط للخامس الخامس اللي سويته انه اشتغلت بهذا السيستم انا كل سنة كل درس كل مادة قاعد ادرسها اريد افهمها اريد استوعبها احبها واستوعبها وافهمها وبنهاية الطينينات الجيد الطينينات الجيد بالسادس نفس السيستم ولكن كنت استركت اكثر يعني اشتغلت بكفاءة اعلى نفس الترتيب نفس الفكرة نفس التنسيق بس بكفاءة اعلى حفظ الكلمات طبعا انا معتات على حفظ كمية كبيرة من الكلمات فصار مسألة حفظ الكلمات اسهل يعني مبني صح بنيت نفسي صح على حفظ الكلمات وسود فيديو سابقا عن مسألة حفظ الكلمات باللغة الانجليزية كيف اتخطى حاجز اللغة الانجليزية رابط بها على يمين الشاشة فكانت الفكرة الاساسية انه اوقف على المشكلة وحلها اكانت الفكرة الاساسية فاينما تواجهني مشكلة اوقف كن هادئ اوكي او تمام اوقف احلها ها كانت اهم اهم فكرة عندي كنت اطبقها بكل شي واجهني حتى بالجامعة طيب هاي نقطة النقطة الثانية وهي من اهم النقاط اللي موجودة بهذا الفيديو ليه راح تكون موجودة طيب الفكرة هي اكو شي اسمه معلومة اكو شي اسمه مهار المهارة شنو والمعلومة شنو طيب المعلومة نعرفها المهارة شنو انا الان اقول لك الاثيروسكلوروسيز الاثيروسكلوروسيز هو عبارة عن شنو عبارة عن تجمع دهون بالشريان تأدي الى انغلاقة او غلاقة سواء كان بشكل جزء بشكل كلي حسب يعني ممكن تضييقه بقط الدم يصير يوصل بشكل جيد ممكن يقطع تباما ممكن لا يكون الدم اللي قاعد يوصل قليل هذا الاثيروسكلوروسيز المعلومة هسا انت استلامتها خلاص استلامتها عرفت المعلومة فهمتها طيب المهارة شنو المهارة انو اعلمك اعلمك شون تصير انت وحدك تعرف شون يعني يعني اعلمك شون تعرف الاثيروسكلوروسيز اقول لك مثلا انو تروح للمصدر تبحث بهذه الطريقة بالمصدر توصل بهذه الطريقة من تقرأ اقرأ بهذه الطريقة هذه الافكار اللي لازم تركز عليهم صرت فاهم انو شون تتصرف لما ان تجيك معلومة ما تعرفها فبدل ما انو انو اطيتك معلومة اللي هي الاثيروسكلوروسيز اعلمك انو انت وحدك تعرف الاثيروسكلوروسيز فصرت بدل ان تعرف اثيروسكلوروسيز فقط بالحالة الاولى بالحالة الثانية صرت تعرف الاثيروسكلوروسيز والثرومبس والامبولزم واي شغلة انت تغطر بالكترين فصرت قادر على انو تعرفها هذه هي المهارة انو اعلمك شون صير وحدك تتعلم اللي هو السوفستدين يعني الدراسة الذاتية بهذا المعنى بالسادس علمي واجهت مشكلة مثلا بالرياضيات أستاذ الرياضيات كان شنو مبرهنة رول طبعا هذا الحديث هذا أنا حاجة هواي مبرهنة رول شنو مبرهنة رول مثال مبرهنة رول أو قيمة معروف شنو نسيتها صراحة جد قيمة معروف شنو كذا 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 حلها حل المثال طعني ناتج أوكي طيب حلينا أوكي نعرف نعرفها شنو الحل زين هي شنو رول أصلا أنو رول هي كذا من يجيك سؤال كذا يطلب كذا فأنت كذا أوكي بس أنا رول ما فهمتها هسا إذا أروح البريطانيا من يسؤلوني رول شنو أقول لهم ما أعرف رو ثيوري شنو هي ما أعرف ما عندي فكرة لا إحنا مشكلة شون ما عندك فكرة بالنسبة لي تعتبر مشكلة شون ما عندك فكرة الآن أنا إذا قاعد أسوق بالسيارة و و مثلا والدي علمني السياقة أنه قاعد أسوق بالسيارة يقولي منو تلوف أفتح إشارة على اليمنات ترتلوف عليمنه أفتح إشارة على اليسر ترتلوف عليمنه أفتح إشارة لليمنه اشارة اللي منتصعد هذا المؤشر فوق الاشارة اليسرة تنزلة لجوه سألت ضيب ليش دا افتح اشارة ليش انا اريد الوف ليش دا افتح اشارة حتى الوراك والقدامك يعرف انه تقاعد تلوف بالنهاية هو ياخذ بحساباته انه تتريد تلوف فيضطيك مساحتك ويضطيك مجالك وما يصير حوادث واقع حوادث اهواي انا شخصيا وهذه الناس حوادث مرة صار عدي حادث بسيط يعني بسبب انه واحد فاتح اشارة يمنى وهو رايح يسرى او انه هو الاف وما فاتح اشارة وكان يمشي سريع فهاي معلومة طانية سألت انه ليش هذا اول سؤال خطر في دماغي سألت ليش بهذه الليش صرت تعلم هاي شغلات مبرهنة رول هكذا وهكذا نحلة طيب ليش طيب يش انه رول اصلا هاي التساؤلات دائما اتساءلها وبشكل لا ارادي فصرت يعني لما اعرفت قيمة هاي التساؤلات زاد تمسك بيها لما انا اسأل شنو رول ويجيني الجواب اصير خلص انه فاهم شنو رول طبعا وقتها صراحة الاسداد جوابني ما افهم الجوابه طل يحجي بحدود ربع ساعة ما افهم الجوابه شنو طيني اياها بطريقة مبسطة افهمها اعني انت ليش دوختني اصلا لا تحجي هواي حتى لانو اذا احجيته هواي ما رح افهم انا افهم بكلمتين ثلاثة ما افهم اذا واحد احجي هواي واذا احجي هواي رأسنا من صراحة رجعت للبيت الكتاب متناول الموضوع بصفحة بسيطة نصها رسم وبيها ثلاثة سطر فهمت رول شنو ما انات خلص هاي تعلمتها الدر شغلة ما تفهمها ارجع للكتاب وهكذا رسم الدوال شنو هو رسم الدوال ارجع للكتاب اوكي فهمت رسم الدول شنو ما انات ورهنة القيمة المتوسطة شنو ما انات رجعت للكتاب فهمت مرهنة القيمة المتوسطة افلان شغلة شنو ما انات ارجع للكتاب استمر هذا الموضوع بهذه الطريقة هاي تكونت مهارة انه اني لمن يكون عندي تساول اعرف وين اعرف وين الاقي ارجع للكتاب كملت السادس بمعدل معين ورحت للجامعة اللبنانية حتى ادرس الكلية علوم يعني لازم حتى تدخل للطب لازم تدرس سنة علوم والمهم رحت للجامعة اللبنانية اه واجهت كثير من المشاكل كنت نفسها اواجهها بالسادس كانت عندي حلول لها بالسادس حليتها بالكلية واحدة من اهم المشاكل اللي واجهتني للكليا واللي تواجه كثير من الطلاب الان اكتئاب او الاحباط او الاكتئاب او الاكتئاب هذا الإحباط أنه أنت تدخل للجامعة أنت على مدى اثناء السنة تدرس بالمدرسة ما أخذ سيستم المدرسة وتعرف شون تدرس بالمدرسة وهي هاي المشكلة بالدول العربية أوكي صراحة أنه أنت بالمدرسة شيء ولما تدخل للجامعة تنقلب الأمور رأسا على عقب وكأنه أنت خارج من عالم وجاي العالم مختلف عن العالم اللي أنت كنت بي كأنه التفضائي جاي أصلا يعني يعني غلط بالسيستم صراحة بس هو يعني هنا ما يصر اللوم دائما المفروض يعني أكثر أشياء المفروض اللوم هاللوم أنفسنا بيه يعني هو اللوم أنفسنا هي أول شيء فالمهم أنه أنت خارج من جامع من مدرسة كانت تدرسك بطريقة معينة أنه مبرهنة رول مثال مبرهنة القيمة المتوسطة مثال رسم الدوال هكذا الرسم رسم الدوال بهذه الطريقة القطوع المخروطية يخلي لك إياها نقاط تحفظها يعني كأنه هي فنية أو يعني وطنية أو جغرافية تاريخ ما أدري أنه إذا كانت النقطة السين جزء الأكس مالتها أنه سالب وجزء الواي سالب فهي سوف تقع بالربع الكذا إذا كانت النقطة سالب وموجب فتقع في الربع الفلاني إذا كانت موجب وموجب تقع إذا كانت موجب وسالب تقع يا أخي إن كلامك خربطتني أنت فهمني بطريقة بسيطة طريقة قلبك أرسمها اسمها النقطة ارسمها وخلص تهم اللي يجدأ أحفظ يعني أصرار كنت يجدأ سوي أرسمها للنقطة والنقطة مع المستوى الهداث لأني مشتبه خلص طيب المستوى الهداثي أرسمها وخلص فهمت فصراحة أنه أنا أعتبر صراحة أعتبر أنه مشكلة مشكلة الأجيال اللي هسا قاعد تيجي واللي بعد رح تيجي ورعنا المشكلة نبلشة من الأساتذة واقعين بيها الطلاب والطلاب هم جزء أيضا هم سبب من جزء من أجزاء المشكلة المشكلة بالطلاب شو المشكلة بالطلاب العجز أوكي وعدم إدراك الأمور والمشكلة بالأساتذة شنو المشكلة بالأساتذة انه يعني الاستمرار بما يهو الطالب الطالب يريد يحفظه بس ما يريد يفهم يريد يعقد نفسه يعني هاي النقطة سؤال جابونا يا خارجي غيروا الارقام او فكرة من السؤال فكرة من سؤال دمجون طلع عندي سؤال واحد خلاص سعتبره خارجي فكرة ما موجودة طيب ما انت ما اخذها يعني هاي فكرة هاي فكرة خلاص دمجتها خلاص سيصار سؤال يعني لازم الا نفس الشي اللي انت يعني نفس الشي اللي تحافظة يعني هي هنا الفكرة المهارات بدت تتلاشى هاي اذا كانت موجودة اصلا فمهارات zero او تكاد تقترب من الصفر اوكي هام اللمت يقترب من الصفر تكاد تقترب المهارات من الصفر اهنانة تتبلش المشاكل فالفرق ما بين المدرسة والجامعة انه بالمدرسة مشاكلك من هذا النوع انه شونان يعرف المعلومة متلاقيها هاي المشاكل متلاقيه انهما رح يطلسون فيدنج كل شي رح يطلوك هاي وقلوك رح يشبعوك معلومات بس ما يعلموك انه المهارات انت شون تعرف واحدك ام رح يعلموك اياه هاي علموك معلومات اش قدمة تريد قدمة يجيب قواني ويطلق قواني بس ما رح تعرف شون انت تعلم نفسك ببساطة طيب بالجامعة العكس من هذا تماما العكس من هذا تماما ما رح يطلوك معلومة ورح يقولولك روح انت اعرف هسا المشكلة بالجامعة انه هو حتى المهارة ما يعلمك اياه طبعا مو كل الاساتذة بس اغلبهم طيب بصراحة كنت بالجامعة اللبنانية كنت اواجه نوع من هذه النوع من المشاكل لانه الدراسة بالجامعة اللبنانية تقريبا بنفس النمط صراحة بس بجامعة بيروت لا كانت بنمط مختلف تماما وكانت من اجمل السنوات الدراسية اللي مرت علي بحياتي هي كانت بجامعة بيروت من ناحية المعلومات والمهارات فعليا يشتغلون على مهاراتك حتى يصنعوك كانسان تقدر انت تعلم نفسك وتعلم غيرك هاي نقطة جدا مهمة شنو اللي سووه اللي سووه مش يخرق للعادة ابدا اللي سووه مش يخرق للعادة سووه شي البشر لازم الطبيعين يسوه بس احنا ما نسوي ليش لان احنا مطبيعيين شنو اللي سووه خلوك انه انت مثلا الاورلم ياخد لك اول يعني دراسة بالطب موضوع بالطب هو الاطراف العلوية ايدك اوكي هاي الاورلم هي ايدك والاورلم رجليك فالاورلم اللي هي ايدك انه ياخد لك مثلا اجزاء معينة ويقول لك المصدر احنا قاعد نعتمد على مصدر معين ماكو محاضرة ماكو باوربوينت روح اتى ترجع بالمصدر تقرأ ماعرف حل مشكلتك انت انا قاعد علمك شونة حل مشكلتك انت روح لها شوية شوية الكوبة الفصة احنا ما رح ناخذها انت درسها واحدك طيب دكتور ما اتماح جدنا ياه تجينا بالامتحان بس امتحان يكون فورماتف يعني ما محسوب اي اوكي موجدتك بالفورماتف انت متدرى انو اسل الكوبة الفصة مطلوبة من عندك اي خلاص روح ادرسها ش تزوي لك يعني ش تريد شوية شوية تنبني المهارات من ينضغط طالب تنبني المهارات انبنت المهارات صار عندي مهارات صار عندي مهارات قام الدكتور من انا قاد بالمحاضرة تمر البابلتيا الفصة اللي هي نفس الفصة اللي كانت بالقبرلم تقريبا و لكن موجودة بالرجل اي مر هاي البابلتيا الفصة رح ناخذها طبعا اخر 10 دقائق من المحاضر لا دكتور لا لا احنا عوفها علينا احنا ندرسها ما ردي نتعبك انا اريد نطلع اكو اخر 10 دقائق حتى ما يضغطنا يعني باخر 10 دقائق هكذا صارت بدل ما هو يقوم يشرح انا نقول لها لا احنا ندرسها هذا هو هي هاي الفكرة هي هاي المهارة انه انا صرت اعرف انا صرت اعرف اشون اعرف فيا دوموزيل دوموزيل يعني انسة اللي انت سألت عن الخامس شون علاقته بالسادس السنوات الدراسية دائما هي سلسلة حلقة او مو حلقة حلقات مكونة سلسلة اوكي السلسلة كلها رح تمشي تصب في الهدف اللي انت تريدي تارت الحلقات انت الان بالخامس بحلقة مهمة لازم اللي تاخذين من ادها تاخذين مهارات انا ما اعرف ما افهم الرياضيات او انه الدكتور او الاستاذ قاعد ياخذ بطريقة معينة ما قاعد احبه ما قاعد استسيغه قاعد ياخذ امثلة هواية غير طرقتك بالدراسة تعلم طرق جديدة شكوا بيها تعلم طرق جديدة انا اليوم اشرح بطريقة معينة باللورلم رح اقعد بيني وبين نفسي واخذ فترة انا فكر اخذ استراحة صراحة اخذ استراحة واقعد افكر انه طريقة شرحي باللورلم كانت تمام ولا متمام اكو اشياء لازم اغيرها و اكو اشياء لازم اتمسك بيها فاشوف شون اللي لازم اغيرها و شون اللي لازم اتمسك بيه بالنهاية يجي اللورلم رح اعمله بطريقة اسهل علي و اسهل على المتابعين و اكثر هكذا هكذا ينضج الانسان هكذا تبني تمبني المباني سواء كانت المباني الفكرية المباني الجهد اللي انت تبدله كل هو ها بهذه الطريقة انه تشوف انت الناتج مال السنة الماضية شون كان و تبدي تحسنه انا السنة الماضية كنت ادرس الانجليزي بطريقة معينة هسه ما عاد نافع بهذه الطريقة لانه اثبتت فشلها شون اثبتت فشلها اذا اطيق جملتين ما تعرف تقراها ما تعرف تفهمها اذا الطريقة فاشلة ايه السنة الماضية انه اني كنت ادرس رياضيات بطريقة معينة ايه الطريقة فاشلة غيرها اليش فاشلة لانه اذا سألت بالسنة الماضية الي هي الخامس مثلا اقول لك شنو المشتقة ما تعرف اسألك شنو المول بالكيميا ما تعرف اسألك ما تعرف اذا شنو طريقتك فاشلة غيرها شنو تبدي تغيرها لازم تقعد قيس الامور على السنة الماضية شنو كانت سوء بيها شنو تبلش تغيرها بلش ترتب الامور بلش تضبطها ما ينفع انه انت ماشي كل السنوات مثل بعض وتأمل انه يكون اكو تغيير ما ينفع انه انت معدلك بالخامس يكون ثمانينات وانت خالب بالك انه بالسادس اريد اطلع تسئين او اريد اطلع مية طيب اوكي اكو طلاب فعلا معدلاتهم بستي ناطب الخامس ويطلعون مية ويدخلون لكلية الطب او يفشلون واذا ما فشلوا فما رح يغير الكثير رح يكون انسان تقليدي حال حال البقية انت تكون انسان مختلف شون تكون مختلف لما اناني حط سيستم اشتغل عليه حط سيستم صح مهيش ايش حياتي يعني هيتشي عالبركة ينفع عالبركة ينفع لازم كل سنة تقعد فكر شون اللي كان السابق شون المشاكل اللي كانت بي مثل ما انا رح اقعد بعد هذا الفيديو واشوف الفيديوهات الجايش شون لازم اسويها الاخطاء اللي صارت بهذا الفيديو اللي يمكن انتوا رح تلاحظوها انا ما رح الاحظها حاليا ولكن بعدين ما رح اقعد بيني وبين نفسك اشوف شون الاخطاء ممكن ارجع عيد الفيديو انا اشوفه اشوف نفسي انواني احتي النفسي اضيفة اا واقعد اشوف هذا الفيديو اشوف شون الاخطاء بالاداء طول الفيديو مثلا اللي لحد الان ما قعد اقدر اضغط الفيديوهات لازم افكر وخلي يعني خطط للحل بالمستقبل ايهاي هيج احنا نتطور هاي الفائدة اللي تحصل عليها من كل سنة جرب تفشل التجربة تجرب تجربة غيرها تفشل هاي جرب مئة مليون تجربة جرب بس تنجح واحدة خلص تمام وحتى اللي تنجح حتى اللي تنجح حاول نوك افضل هذا اللي راح تستفاده من الخامس لما تنتقل للسادس هذا اللي راح تستفاده من المدرسة كلها لما تنتقل للجامعة هذا اللي راح تستفاده انا من السادس صراحة من المدرسة كل هاي الافكار كانت موجود جزء كبير من ادها عندي بالمدرسة واحيلتني انه لما اندخلت كلية الطب عارف انا فاهم شون اللي لازم اسوي انسان دائما انظر اقف على مرتفع واصر انظر للامور من تحتي وشون لازم تندار شون اللي لازم اسوي افكر اخطط احلل استنتج اللي انا سويت اصح ولا غلط هي هكذا الانسان اللي يريد ينمو وينضج هكذا ينمو وينضج ماكو واحد انه يتوقع يتوقع نواتج مختلفة من كل مرة يأدي بالتجربة وهو كل مرة يأدي التجربة بنفس الاداء ونفس الاعدادات ونفس وكلها نفس الشي لا ما ينفع لازم نغير الاعدادات حتى تطلع عندك نتيجة مختلفة انا هذا الفيديو بقى شوية رح اعدله او اعدل الالوان مالتا اوكي الالوان مالتا الالوان مالتا مرة الماضية ما عجبتني انا اذا دخلت نفس الاعدادات مستحيل تطلع الوان مختلفة مستحيل يطلع ناتج مختلف بس اذا غيرت شوية بالاعدادات غيرت افكر بالموضوع غيرت استنتج واحلل طيب هو المرة الماضية شنو كانت المشكلة كان الكنتراست عالي قلله شوية بدلا ان تخلي خمسة واشوية خلي 24 مثلا مثلا كان السواد اكو اسود وهوية بدلا ان تخلي مينس 12 خلي مينس 10 مثلا هيش اشي هاي الافكار اللي لازم تفكر بها حتى تتطور ما ينفع انه انت بدون تفكير وتريد تتطور ما ينفع انه بدون تفكير وتتوقع من نفسك نواتج عالية اتمنى ان الفيديو ما كان جدا طويل على ما اعتقد هو طويل بس مو جدا ونفس وقت ان الحديث على ما اعتقد مثير للاهتمام فكملخص نهائي كملخص نهائي انه اذا كنت تريد ناتج من السنة الماضية اي سنة كانت او المرحلة الماضية او السنوات الماضية فالناتج هو لازم يكون المهارات المهارات الابرلم عني نسيته درسته بجامعة بيروت ودرسته بالعطلة درسته ان كان خمس مرات ونسيته بس كسبت مهارات اعرفت الشان ادرس اي اي موضوع بالاناتومي اي موضوع الان قل لي هاد نك ما ماخذاني بالجامعة اروح ادرسه انتظرني فترة بس اكمله وتعال اسألني بي وشوف شان ابدر بي هي هي المهارة اللي حصلت عليها الامنسية اسم المهارة وقت هي على الفكرة نلتقي بفيديو اخر